المواصلين في استقبال الضيوف ونستقبلوا حالياً لنحكيوه على قضية اللعب يوسف المدبلي أمضى مع لدي سان بيدرو من ساحل العازمة لعب التونسي كان هبت بلغ واعتبر العملية عملية قرصنا أكثر تفاصيل نخذوها من عند الكاتب العام وناخذ اسمي باسم الهيئة المديرة لمنعب التونسي أنيس البيجي ماتر أهلا بك 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 ونحكيوه ماتر أهلا بك أهلا بك أهلا بك هذا ماتر أهلا بك هذا نسمع بك باهمات رحكي أنه أبطوا بلغ بخصوص انتقال اللعب يوسف المدب لدي سان بيدرو صفقة كانت مفاش أشوية اللعب كنا سمعنا عنده شوية مشاكل مع مرأة تونسي لم يحبش عقده مع البقليوة عنده شوية عروف لكن فجأنا بوجوده في ندي سان بيدرو من ساحل العاش ماتر أهلا بك أحبطنا البلاغ لأنه لدينا بش نقوله مبجئين مثل اللعب هو البلاغ أباك محابيناش نقولون أن نتكلموا باشا في الليلة يعني قلنا البلاغ يكون شافي وكيفي ماتر أهلا بك من شو بين المرأة التونسي جاء وقت يعلن عليها عقد احتراف ماتر أهلا بك أهلا بك ماتر أهلا بك ماتر سمحني السود قاعد يقص شوية ماتر 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 أهلا بك سمحني سيد سمحني أكا أهلا بك نسمعه فيك كيفي قتلي ماتر أهلا بك في اللعب جاء وقت طريق بعثنا له العقد احتراف ملعب التونسي خمسة سنوات ومتنع عن أنفاء العقب حتى نقاء مناقشة العقد يعني ربما كاتيجوريك في المبدأ كله أرفض أنه يمضي للملعب التونسي وقضلوا ملاكاتلين كيفكم يعني سمعنا من الخبر انتقاله للتاريخ اللي أستمتعتم يعني أهلا بك لماذا لم يحب أن يمضي العقد مع أستادة؟ كان عنده علف خير العقد العظم تاعكم ما كانش باهي ليه شنو بالضبط؟ لا وبالنسبة حتى مناقش العرض لم أتبتش معناه بعثنا له عرض بعثنا له عقد لا أمضى عليه ولا نقشنا فيه ولا رجعنا قلنا مثلا طلباتي المغايرة وعنده عروض ولديك يترجع له له أسباب أنه ما يمضي للفريق اللي كونه الفريق اللي دربه تيلة سنوات الماضية يرجع له وهو مش نحنا نحنا كمال عبد التونسي قمنا بليه نقوم به من الناحية الإجرائية والقانونية لكن الملعب الفضل فالحديث يبقى إن شاء الله فما جمعيات قدموكم معروف فيها قبل ما يمضي في سان بيدرو والله يشوف فما لي قدموه لكن ما نحبش تقول حتى ما يتم شربة انتقال لسان بيدرو بأي جاعة أخرى لأنه اليوم أنت ما قلت كمسؤول أنه نتكلم عن موجود توا قدامي أنه الملعبي أمضى إلى سان بيدرو أكيد أنه من سان بيدرو ما هيش بيشكون هذيكة الوجهة متاعهم مطورش لعب شاب في الملعب التونس غريبة خاطر ايه أواس بش يكون طموه أنه يحترف في سان بيدرو مع احترام للنادي هذا أمم ولا البلد اللي اللي يشوف فيه بفريق هذا أكيد أنه مشكون عنده محطة أخرى لكن مشكون المحطة هذية من أنه مشتوى نقوله من أنه ما نعرفوش أحنا حقيقةً وأدعو الجميع أنا حبينا على التونس أنه من خير ما يقعدوا يتنبقوا ويوجهوا اتهامات الأي نهادي آخر حتى نشوفوا بقية المشوار اللي يتعلق عليه كيف يسكون والمنع البتونسي الجاد للدفاع عن حقوقه وبنبشي حافظ عليها لآخر رمق قصاد هو تأكيد لكلام مكاوى اللي عبتونسي يحترف في الكود إيفوار معناه إيه معاك يعني كما قلتك البطولة الإيفوارية يعني تعرف من صورش اللي عبتونسي الشاد بشيكون يترموه البطولة الإيفوارية نكون صراحة ونبدو الوصحية أكيد من وراء الانتقال في تونسي كيف تخرج تونس ولا في تونس لا نجموش نجدمه ومهوش وقته لأنه لعنى تاول أنه لعب عمضة في سان تيدرو لمحطة هذه عندها إجراءات تعملها ملعب التونسي إذا صارت محطة أخرى كذلك ستكون عنها إجراءات قانونية التي على الأقل تحمي حقوق النادي نتفهم واجب التحفظ لكن أنت وجهت رسالة لأحباء الملعب التونسي قلت لا نجموش نتهمه حتى نادي ولو أنه الاتهامات كانت صريحة لترجي خاصة أنه اللاعب كان صار مع هايثم عبيد نعفوه وعليقته بترجي الترجي كان يحب برشة على اللاعب هذا كان خرجوا برشة كلمات ما ترجي أيضا نجم الساحلي ولو أنه كان طالب اللاعب هذا نعفوه وما سيقبل مع يوسف المساكن الذي حتى فلوسه ذهلي اليوم ما وصلتش الأستاذ تفهم بالمعرش القانونية دي كان نتهم تشوفوه إن شاء الله تباعا من نجموش طواه ونقولوا مش نعملوه لكن كل ما يكفلوا القانون الملعب التونسي مش نعملوه بقينا أنت لو تخاطب في مسؤول وتخاطب في رجل القانون فأنا مش تحفظ أكثر منه واقع لأنه اليوم ننعلق على الانتقال من نجموش نمشي إما وراء ذلك مش من حقي بيش نقوض ندخل في تأويلات ربما تزني الغرف اليوم عنا ملابي مش ارتداء زي نادي سان بيدرو هون ينقفوا هون ينحلو هون ينعلقو أكثر من ذلك وقلي لكل حاجة نحدي بقي في كلمة طمنا حبي أستاذ أن يحقهم في اللاعب محفوظ الحق اليكفلوا القانون جوليبيان اليكفلوا القانون يعني الناس الرجال القانون يفهموني معنى الحق اليكفلوا القانون روه نحن نسلموش فيه لكن في إطار القانون روه اللي نجم يسير في القانون يسيره بسيط ربي حقنا اللي يكفلوا قانون الملعب التونسي مش في سلام فيه وعنا كيمة من الأكفاء يعني مراجي القانون ينجموا إدافة على الحق الملعب التونسي ضد أي ومكان كما قلنا في البلاد وفي أي مكان لعب بس تعملوا لجنة محامين تعستاذ لا نعم عن رجال القانون مغيز رجنة معناها معروفين رجال القانوني تعلق ملعب التونسي اللي موجودين في كل مزاع فيه الملعب التونسي او كل إشكال قانوني متلامه تابقنا موجودين وكل واحد جده يدلو وكما قلت عنها مرجعيات أنه لا يختاروا على تونس يعني الإجار القانوني في ملعب تونس صحيح أعطيك صحة شكرا لك أستاذ شكرا على كل هذه التوضيحات ما لديت هنا بخصوص من أعرف اللاعب يوسف المدى من ذكر اللاعب تصلنا بي حابنا نخبر ما عنده تصريح أكد أنه مزال من قليلا الأمور سخونة قليلا خلال الحالة تهدى قليلا الأمور بعد نجم نتكلم إن شاء الله كيف تحاولوا ننتظر بوكيل أعماله أيضا حال نأخذه نشوفوا ما وقفوا من الانتقال لهذا فاصل أشهر يبعد مواصلين في آخر جزء من فاير بلاي بش يكون معنا علاقته كيبري مرسلنا في بيجا نحكي معنا سهر في المقابلة الوديا بين أولمبي البيجي والمستقبل الجيش على شتوقفته أسباب اقتحام الميدي